اعتبرت إيران أن لا أساس لاتهامات ألبانيا لها بأنها شنت هجمة إلكترونية كبيرة ذاتها خلال الصيف استهدفت هذا البلد الصغير الواقع في منطقة البلقان والذي قرر أمس الأربعاء قطع علاقته الدبلوماسية مع طهرار هذا وأعلن البيت الأبيض الأربعاء أن واشنطن ستتاخذ تدابير أضافية لمحاسبة إيران ردا على هجوم إلكتروني استهدف ألبانيا الدولة الحليفة للولايات المتحدة ضمن حلف شمال الأطلسي